خرج القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني وزير العدل السيد خالد شواني خرج بكلمة من ثلاث دقائق اتحدث بيها عن خلي اسميها خفايا اسرار كواليس اللي سبقت جلسة انتخاب محافظ كاركوك وتحدث بيها عن اشياء انه اتصل بيها فلان اتكلمت بيها بهاي الطريقة انه كشف اسرار هذا اعتبره تحول بقواعد اللعبة عادة كثير من التحالفات بس اش نسميها صفقات في تنفرير قوانين في تشكيل حكومات في تشكيل حكومة الرسمية المحلية ما اذي هواية امور بيها هاي الكواليس ما بيها انا نفسي كنت من ضمن هواية كواليس لتمري القوانين تشكيل حكومات تمري الرئيس الجمهورية عادة ما نتكلم به واذا قدنا نكلم به جوز بعد سنوات صح اي يعني انا شخص والهذا السؤالي كان انه تحول القواعد اللعبة لانه قضية ما صايرة ما صايرة وبعدين هو من تحدث عن الكواليس لاجل شنو يعني هو ابنا همينا مرات احيانا بعد فترة مثلا اتتهم اهلا طالباني انه في القانون الفلان فاضطر انه اطلع معلومة حتى اصحح شيء يخص يخصني كلام كاك خالد ما يعني للكواليس ما بيها تبرير لموقف الاتحاد بقدر ما هو دفاع عن الاخوة العرب اللي انشقوا اللي هما بيناتهم صارت مشاكل وهذا امر طبيعي ارجع واقول انشقاقات اذا ما تصير ما كان صار اللي صار ثانيا الاخ معالي الوزير كاك خالد اخي وصديقي وزميلي وجاري محنك سياسي ويعرف خفايا كاركوك وخفايا هاي الامور يعني انا ولهذا من يطلع الكلام من عنده غير شكل ويدري وضع كاركوك ولذلك انا علقت في مواقع واليوم اقولها عن نفسي كنت اتمنى ما يطلع بهذا التبرير ما حاجة اليوم انت انت فائز الفائز شي سوي يلم الاخرين يتكلم بلغة انه هذا الفوز لكم جميعا وليش اقول هو بيان مكتب السياسي ثاني يوم كان بهذا النفس مكتب السياسي الاتحاد الوطني فاني اشوف ما كان لازم لتصريح كاك خالد لان الجهات الاخرى هو ليس برجل عادي لا وبرر للسنة اكثر هو برر للسنة يعني الكرد ما عده مشكلة الخلاف انه ليش السنة نشقة والمكاركو جيد